السلام عليكم ومتحياتي للجميع بهذا الفيديو في عنا خبر صار جدا للأشخاص الذين يعملون في ألمانيا في القطاع العام الذي يعود للمقاطعات الألمانية يعني الأشخاص اللي عندهم عقود عمل وفينتليش ديست اللي عندهم هذا العقد هذا النوع من العقد مع المقاطعات بشكل مباشر فيه لهم أخبار سارة وزيادة في رواتبهم حتى للأشخاص اللي يعملون عندهم عقود اللي عم يعملون أوس بيلدون فيه عندهم زيادة برواتبهم وفيه كمان مكافآت لهم بنهاية هذا الشهر أو ضمن هذا الشهر إذن أخيرا وبعض مفاوضات الشاقة استمرت لأسابيع نقابات العمال فيردي وأرباب العمل يتوصلون إلى اتفاق جيد نسبيا بخصوص رفع أجور الأشخاص الذين لديهم عقود مع المقاطعات الألمانية 16 باستثناء مقاطعة هسن يعني كل المقاطعات العاملين في القطاع العام الوفينتليش ديست رح يكون فيه زيادة لألهم باستثناء مقاطعة هسن مقاطعة هسن لها حالة خاصة لها نظام عمل خاص فيها يعني أشياء خاصة فيها وهي المقاطعة مستثناء من رفع الأجور ممكن تعمل يعني شيء خاص لألها ترفع الأجور لوحدها خارج من مقاطعات الخمسة عشر الأخرى اللي تفقت على زيادة الأجور إذن رفع الأجور على شكل التالي الأشخاص اللي عندهم عقود رح يكون هناك زيادة في رواتبهم 200 يورو شهريا 5.5% إضافة إلى تعويض مرة واحدة 3000 يورو خالية من الضرائب طبعا هاي 3000 يورو رح يتم دفعها على شكل دفعات أول دفعة هذا الشهر شهر ديسمبر 1800 يورو والباقي على شكل دفعات صغيرة في عام 2024 تبدأ من واحد واحد وبتنتهي بشهر أكتوبر يعني 120 يورو الباقي 1200 يورو رح يتم دفعه على شكل 120 120 120 بتداء من واحد واحد لغاية شهر أكتوبر 2024 بيكون انتهوا من دفع هذه المكافأة أيضا الأشخاص اللي عم يعملوا أو سبيلدهم تدريب مهني وعندهم عقد مباشر مع الولايات الألمانية مثل ما ذكرناها يعني عقد مباشر مع الولايات وفينتشا دينس رح يحصل على بداية من شهر نوفمبا وليس واحد واحد وعلى 2024 بداية من شهر نوفمبا رح يحصل على 100 يورو شهريا زيادة وأيضا خمسين يورو بعدها طيب طبعا العاملين واللي عم يعملوا أو سبيلدهم بشكل مباشر مع المقاطعة طيب ما هي الفئات المستهدفة يعني حكينا أنه في زيادة 3000 أوكي جميل جدا ولكن من هم الفئات المستهدفة اللي عم يعملوا بالقطاع العام اللي عم يشتغلوا بالقطاع العام مع المقاطعات الألمانية يعني على سبيل المثال المعلمين المعلمات الممردين الممرضات الأشخاص الذين يعملون في الرعاية الصحية في روضات الأطفال وهي روضات الأطفال بتكون تابعة للمقاطعة يعني قطاع عام أيضا الموظفين والموظفات في القطاع العام التابعة للمقاطعات بإضافة إلى القضاءات وأيضا الموظفين الذين يعملون مع القضاءات وأيضا موظفي المحاكم طبعا إضافة إلى الشرطة وعمال النظافة هؤلاء الأشخاص بيكونوا جميعهم تابعين للقطاع العام ويكون طبعا تابع للمسؤولين في المقاطع يعني بيكون راتبهم جاي من المقاطعة اللي بيعملوا فيها وليس من قطاع الخاص القطاع الخاص هو أنه شركة خاصة أو مكان عمل خاص معمل خاص حتى بتكون في شركات قطارات خاصة في يعني شركات بيهتم برياضة الأطفال بتكون خاصة فهؤلاء الأشخاص ما رح يكون في لهم زيادة طبعا هؤلاء الأشخاص التانين بالقطاع الخاص ايمت بالزيادة بتشملهم الزيادة بتشملهم إذا بيكون في رفع في الأجور رفع بالحد الأدنى للأجور بيكون كل الفئات مستهدفة كل فئة قطاع الخاص أو العام في ألمانيا بيكون مستهدفة ولكن الآن الاتفاق أتى بخصوص القطاع العام الأشخاص الذين لديهم عقود وفينت للشدست مع المقاطعات طبعا ألف مبروك لهم تستاهلوا الأشخاص الذين عام يشتغلوا وعلى أمل أن يكون هناك في رفع بالحد الأدنى للأجور والأشخاص الذين يعملون في القطاع الخاصة في المعامل في الشركات في المصانع اللي بتكون دمن القطاع الخاص نأمل وعندنا أمل أن يكون في عندهم زيادة بالمستقبل وألف مبروك للجميع وتصرفوهن بالهنى وتستاهلوا أكثر من هذا المبلغ طبعا ابتداء من يوم الغد يوم الأسنين أول أيام العمل ممكن تخبروا المسؤولين الشيف المسؤول عنك في العمل تخبروا بهذه الزيادة كيفية الحصول على هذه الزيادة كيف ممكن تحصل عليها وتتأكد يعني إذا رح تحصل عليها أو لا إذا أنت عم تشتغل بالقطاع العام من بكرة فيك الطالب بهذه المساعدة طبعا أني رح ينحولو لكها على حسابك على الكونتو مثل بالطريقة اللي أنا ذكرتها بالدفعات اللي أنا ذكرتها فأنت بتكون منتبه كشف الحساب بيبين كل شي نزل على الكونتو طبعا يعني ممكن ضمن هذا الشهر ينزل مناوه عشرين تلاتين واحد وثلاتين هذا الشهر أو حتى قبل هذا التاريخ ممكن ينزل طبعا مثل ما قلنا 3,000 محفية من الضرائب أول دفعة بهذا الشهر 1,800 يورو أصدقائي أنا هيك منكون وصلت نهاية الفيديو أتمنى المحتوى اللي عم نقدمه يا جماعة يكون مفيد لألكم ولكن أنا ما عم شوف الدعم المطلوب حقيقة يعني الفيديوهات 27,000 متابع مشترك على القناة ولكن لما بنعمل فيديو ننشر فيديو بيكون التفاعل قليل جدا فندعوكم مرة أخرى للتفاعل مع الفيديوهات شاركوا الفيديوهات مع الأصدقاء سواء هون على اليوتيوب أو على الفيسبوك ما بتخسروا شيء بالعكس نحنا عم نقدم بعتقد شيء مفيد لألكم محتوى مفيد لألكم عم نحطكن بجو الأخبار بالصورة مباشرة شو اللي عم يصير بألمانيا وقدر المستطاع عم نحاول نساعدكن بالأشياء دائما المفيدة لألكم أنا هيك مكون تهيت من الفيديو يكتبونا أراكم أو أي سؤال أو أي تعليق أو أي استفسار بأي قسم تعليقات تحت الفيديو وكمان ممكن تتواصلوا معي عن طريق الخاص يعني إذا أيحد عنده سؤال ما ما فيه يكتبه هون أو ما حصل على الجواب المناسب هون تحت الفيديوهات ممكن تتواصلوا معي عبر الخاص حسابي الإنستجرام موجود بصندوق الوصف ممكن تكتبوه هناك تابعوني وتكتبوه هناك أو تكتبوه تعليق ضمن الفيديوهات المذكورة هناك بس تكتبوا أنه بدي مساعدتك في الخاص أو سؤال خاص أنا فورا رح رد عليكم شكرا لحسن المتابعة والمشاهدة لنهاية الفيديو نلقاكم في فيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته